السلام عليكم ورحمة الله معكم وعلا محمود والنهاردة سوف نقوم بعمل شربة البطاطس شربة البطاطسordnung حلوة ومختلفة وفيها مكونات كثيرة مشا أتخير كلها ان هي جوا شربة تعالوا نشوفها يا اين اول حاجة هو البيكن انا عاملة النهاردة مستخدمة تركي بيكن او لو مش عايزين تستخدمه اصلا بيكن ممكن يعني نعدي المرحلة دي بس هو بيدي طعم حلو للذي اختيار الشربة اختياري استخدم نوع تاني استخدمه بس انا استخدمت التركي هو دونه اقل كثير فقطعته مربعات صغيرة وشلته على جنب وبعين هنقطع البصل بصلاية واحدة كبيرة هتكون كويسة او لو وزت نخلينا في اثنين فهذه بصلاية كبيرة هنقطعها مربعات صغيرة على قد ما نقدر دايما في الشربة نخلي البصل متقطع صغير على قد ما نقدر هنشيل البصل هيا على جنب ونبتدي نقطع مكانها التوم التوم معي من ثلاثة لاربع فصوص توم لو الفص كبير يبقى ثلاثة فصوص توم كفاية لو الفصوص صغيرة يبقى نقطع اربع فصوص والتوم يبقى نفس الموضوع بتاع البصل يتقطع صغير جدا بس كمان التوم يتقطع اظهر كثير من البصل فنحاول نقطعه صغير على قد ما نقدر ونشيله على جنب البطاطس بقى هنستخدم بطاطس اللونها احمر الفرق من بطاطس اللونها احمر والبطاطس اللونها اصفر ان اللونها احمر دي النشا بتاعتها اقل فلما نيجي نعمل شربة بنحاول ندور على بطاطس النشا بتاعتها اقل شوية عشان الشربة ما تبقاش سميكة فنستخدم انا استخدمت دلوقتي دول كيلو بس انا عملت شربة كثير يعني فدول كيلو من البطاطس اللونها احمر لو مش متاح هنستخدم لونها اصفر وهنزود السوال شوية ما فيش مشكلة بس الافضل يعني لو الاحمر متاح زي ما قلت علشان النشا بتاعتها اقل فنستخدم بطاطس اللونها احمر ده كيلو بطاطس قطعته مكعبات صغيرة وشلتوا على جنب نيجي بقى للمكون الخامس معنا وهو الكرفس الكرفس لو انتو مش من محبي الكرفس قوي ما تقلقوش انا كنت مش من محبي الكرفس نهائي في الشربة ولو حد قال لي ان الشربة فيها كرفس وكنت ممكن ما اشربهاش بس المرة دي حبيت ادي نفسي تجربة ويعني اجي عن نفسي كده واستحمل واجرب اتلاقيت طعمه حلو جدا اده للشربة طعمه مختلف تماما 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 اده للشربة وانتقلت ثلاث او اربعة كرفس وانقطعها صغير خالص حتى تعمهم يبقاش قوي قوي في المعلقة وانحط كل اللي قطعناهم دول على جنب وتعالوا نروح بقى على البوتاجاز اول حاجة هنحط حلو مش هنولع النار عليها هنحط الاول التركي بيكن او اي نوع بيكن وانولع النار على متوسط ونقلب نقلب فيه لغاية ما يبقى متقرمش او متحمص حسب ما انتوا حابين المستوى لتوصلوا له من الارمشة وهنشيله في طبق على جنب وبعدين نحط مكانه زبدة التركي بيكن هو اقل دهون زي ما قلتلكم فمش بينزل دهون اوي لو مستخدمين اي نوع تاني في دهون هتلاقوا في دهون كتيرة في الحلة فمش تحتاجوا تزودوا زبدة لزوتها دلوقتي المهم حطيت بقى الزبدة حوالي معلقتين كبار وحطينا البصلاية اللي متقطعه ونفضل نقلب فيها شوية لحد ما لونها يتغير لونها بس يتغير شوية وبعدين نحط الثلاث او اربع فصوص حسب ما استخدمت انا استخدمت اربعة هنحط الاربع فصوص طوم ونشوق البصلة مع الطوم كده مع بعض لحد ما عارفين ريحة البصل والطوم يطلعوا كده مع الزبدة تعرفوا ان انتو كده ماشيين في الخطوة تمام واللون يتغير يعني يعني يدي على ذهبي بس ما نستناش ان هو يغمق قوي يدي على ذهبي كده هو اللون ده كده حلو قوي هنزود بقى عليه تلت كوباية من الدقيق فتلت كوباية من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات وهنفضل نقلبه احنا عايزين الدقيق يستويه او يتحمر زي ما بنعمل البشامال كده دقيق في الزبدة قبل ما ننزل السويل نفس الكلام هنعمله دلوقتي نحن هنفضل نقلب الدقيق في الزبدة والبصل والطوم لحد ما الدقيق يتشوح كده او يكون استويه لان لو ما استويهش كويس هتحسه بتعم واضح جدا في الشربة بس وبعد ما خلاص اتأكدنا ان هو تشوح كويس هننزل باربع كبايات من شربة الفراخ طبعا انتو عارفين شربة فراخ جاهزة شربة فراخ عاملينها او اربع كبايات مية وعليه تستخدمه ايه فدول اربع كبايات من شربة الفراخ هننزلهم بالتدريج حبة حبة وهنفضل نقلب طول ما احنا بتنزلهم عايزين نخلي الدقيق يدوب في الشربة وما بقاش فيه اي كلكعة في الشربة بعد ما دوبنا الدقيق خلاص هنبتدي ننزل كبايتين لبن هنحط كبايتين لبن وبرضو نفضل نقلب واحدة واحدة كده لحد ما نتأكد ان كل الكلام ده تناغم مع بعض وبقى ايه القوام واحد مع بعضه ما فيش حدة مكالكاعة في النص بردو نقول ثاني زي ما كنا بنعمل البشاميل نتأكد ان كله دايب في بعضه هننزل بقى بالكرفس تعالوا عن نفسكم عليش هننزل بالكرفس في الشربة وبعدها البطاطس البطاطس مش تتسلق هي تتسلق في المياه او في الشربة دي فهننزل الكرفس وهنضل معها البطاطس ونضيهم تقليبة مع بعض ونسيبهم لحد ما يغلوا هنسيبهم الاول مش متغطيين لحد ما الشربة دي تغلي بس انتو دايما تشايفين انا عملها اقل بقل بكل شوية فخلكوا قريبين من الشربة يعني وما بين وقت الثاني ادوها برضو تقليبة كل شوية كده ادوها تقليبة خلاص بعد ما ايه غلية كويس وطا شوية وشفت بالشوكة كده لقيتها ممكن تتهرس البطاطس في بطاطس كده استوت احنا كلنا عايزين نوصل له في المحارة دي ان نكون بطاطس مستوية بعد ما بطاطس استوت هحط كوبية ساور كريم وبعدين هبتدي اقلبها شوية وحط بعدها بقى التوابل الشربة دي محتاجين نحس بطعم البطاطس والساور كريم والشربة والحاجات دي فا احنا مش عايزين نزود دوابل فا احنا نحط معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الابيض والملح هنسيبه برضو اختياري لو حاستين ان هي عدمة نزود ملحة بس انا كانت معايا مزبوطة حاطيت معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل اسود اا لأ مش اسود فلفل الابيض وهنقلبها لحد ما نلاقي الساور كريم دابت جوه الشربة مش عاملة كلاكية ونبقى خلصنا السورب ده بقى اللي يعرف اللي هو موجود في السوبر ماركت او لو مش متاح هو حاجة اه تقريبا شبه الكرات انا مش متأكدة لاني معرفش الكرات لكن اه يقال انه هو اقرب حاجة ليه الكرات لو متاح في السوبر ماركت هو طعمه حلو وريحته قوية وطعمه حلو وبيدي طعم حلو قوي للشربة اه وكمان بيتحط على كذا حاجة تانية بقاريالك وبعدين اه متاح نستخدم مش متاح مفيش مشكلة نستخدم اي حاجة تانية مش هنحبك الدني او هو نستخدم الكرات لو هو نفس الكرات لو اقرب حاجة ليه الكرات اه حطتها على الوش بقى التركي اللي احنا حمرناه في الاول وجبنا شدر اه مبشورة ويراشة بسيطة قوي من الشايفز بس تدي طعم خفيف كده ولون اغضر على الوش بس كده بخلصنا الشربة بتاعتنا الشربة نستخدم لكم حاجة مهمة عندكم 3 اختيارات في الشربة اول اختيار ان احنا نعمل زي ما انا عملت كده نخليها زي ما هي عشان نحس الطعم قطع البطاطس وقطع الكرافس انا كنت حابة حس بيهم قطع كده طعمها كان حلو جدا اول اختيار التاني ان احنا نضربها بالبلندر كلها فتبقى الشربة كلها كريمي مش هنحس بقطع في الشربة اول اختيار التالت زي ما عملنا في شربة البراكلي قبل كده ضربنا نص الكمية وسبنا نص التاني فبقى عندنا شوية كريمي وشوية قطع فليكم حرية الاختيار حسب انتو بتحبوا الشربة ازاي هحط لكم لينك لشربة البراكلي لو حابين تتفرجوا عليها وما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وترنون زي نتفكيشن زي واحط لكم لينك بتاع الفيس بو والانستغرام و التيكتوك في المدسكريبشن